صحيح انه تقدر تقول كان في الامكان افضل مما كان لكن في النهاية الاهل يحقق نتيجة ايجابية ومرضية جدا ونقدر ان شاء الله نبني عليها ونحضر على اساسها لمباراة التلاتة اللي جاية قدام سينبا وباذن الله الاهل يتأهل لدور قبل النهاية لكن في حاجات لازم نوفيها مع ماتش مبارح في محاولة ان احنا نقرأ سيناريو الماتش وخصوصا مع تصريحات اوليفيرا مدير الفني لفريق سينبا اللي واضح انه لسه مرماش الفوت واعتقد انه عنده رغبة وعنده قدرة خلينا نعترف انه فريق بيقدم كرة محترمة جدا وفريق ممكن يرهقنا هنا في القاهرة يوم التلاتة اللي جاي ازاي نضمن ان شاء الله التأهل وايه السيناريو المتوقع للفرقتين هنسمع رؤية كابت الكبير فتحي نصير ضفنا النهاردة في السادسة اللي بيشرفنا وينورنا وبيسعيدنا وجوده طبعا كالعدم ساخير كابت فتحي سعيد يا محمد ان شاء الله كده يعني دايما متقلق استغلي فرصة وجودك بعد مطش الجزائر انت كنت موجود معنا على طول بعد مباراة تولس مباراة الوديا اللي دايقتنا وزعالتنا وقلقتنا على منتخبنا الوطني فكونك موجود معنا بعد ايام من مطش الجزائر خلينا نبدأ بس بمنتخب مصر والعرض القوي اللي قدمه ده منتخب الجزائر في ظروف والسناقية وفي ظروف صعبة على اي فريق الحقيقة تكون الجزائر واحد من اقوى المنتخبات الافريقية فكونك تواجه وانت تقريبا بتلعب تقريبا الجزء يعني الاجبر من المباراة وانت بنقص عددي بالتأكيد كان تحدي مهم جدا للمنتخب شفت المباراة ازاي وشفت مكاسب منتخب مصر وفيتوريا من مطش الجزائر ازاي اه يمكن احنا اتكلمنا قبل كده في مباراة تونس وقلنا اسبابها ايه احنا خسرنا ثلاثة ايه يوم تونس وملعبناش وقلنا ملعبناش ليه وقلنا الاسباب ايه اما نيجي النهاردة يعني كل السلبيات اللي كانت موجودة يوم مباراة تونس تقريبا اتلاغت في مباراة الجزائر افكر واقول اللي ما تبعناش انه حاج شفت انه توقيت اختيار مواجهة تونس هو السبب الاول في خسارة منتخب مصر بالزبط لعدم جهزية لعدم جهزية لعب المنتخب ليه لان ما كانش الدوري لسه بدأ ماتش ماتشين واللعيبة اللي بيلعبوا في الخارج برضو ما هماش جاهزين فالقوام الاكتر للفرقة ما هياش جاهزة للمباريات فاليقت المباريات مفقودة وبالتالي فورمة المباريات مش هتلاقيها وبالتالي اداء المباريات مش هتلاقيه وبالتالي خطة المباراة اللي هيوضحها المدارب مش هتتنفذ لان ما فيش لياقة تسمح بتنفذ فبالتالي ما قلنا يعني التوقيت ما كانش مناسب في الوقت لكن التحول لما ايس الاربط الماتشين ببعض انا بشوف ان في تحولات كبيرة جدا تصل ل180 درجة من النقيد للنقيد زي ما بيقولوا ما بين اداء منتخب مصر في ماتش تونس وعداء المنتخب في مباراة الجزائر يا ابو حميد احنا قلنا كرة القرب مش فهلوة عاوزين نخطة كل حاجة في العالم دلوقتي في علم ما فيش حاجة في اي حتة في اي مجال بدون علم وبدون دراسة وبدون خبرة وبدون فهم لما قلنا هذا الكلام والتحليل ده قلناه يوم مباراة تونس فممكن الناس بتقول احنا بنحاول ان احنا نطيب الامور وبنظرف الامور لا الامور لما تصلحت وجات مع احترامي لفريق تونس وفريق الجزائر الجزائر اقوى من فريق تونس الرغم كده احنا كان اداءنا عالي جدا واحنا بنلعب بعد نص ساعة بفرقة كاملة العشر لعيبة كملوا المية دقيقة من غير محمد هاني برضو الظروف دي لكن قدينا واحنا مش نقصين وبرضو احب اقول بس كابتن فاتحي معيش تسمحلي يعني انا بشوف انه لو المنتخب قدم العرض ده وهو كامل ممكن تبقى الامور طبيعية ومنطقية ممكن استقبل ده وابقى متطمن على المنتخب لكن انا بشوف ان فيه حتة زيادة ملهاش علاقة برضو بالارقام ولا بالجاهزية يعني فكرة انك انت تلعب مباراة قدام الجزائر ما تختفش فيها هدف فوز وانت ناقص انا ممكن اكسب الجزائر وانا ناقص واحد بس بلعب تقريبا طول المباراة زون ديفنس مقفل ورا وابعتمد على هجمة مرتدة اخطف بيها كرة ولا كرتين لكن اللي حصل بعد طرد محمد هاني على مستوى الاداء واسيبك من نتيجة يعني سياك من نتيجة واحد واحد انا ما عنديش شك انه معظم الجمهور النتيجة بالنسبة له كانت كانت فوز لكن فكرة انك انت تبقى ند للجزائر طول المباراة فكرة انك انت تبقى قادر انك انت تخلق فرص كتير توقف ما تحسش في الملعب انه في ناقص عددي ها دي للحقيقة كانت بالنسبة لي ملفتة جدا هي كانت ملفتة لكن بترجم الدراسات اللي موضوعة في هذا الموقف بطولي دراسات احنا بنلعب مش كورة بعد بطول الكأس العالم اللي اتعاملت فيه روسيا 2018 2018 بعد هذه البطولة فيه بيعملوا دراسات على مستوى المدربين على مستوى الخطط على مستوى الطرق على مستوى الاداء على مستوى النتائج لقوا ان الفرق اللي بتلعب ناقصه الفرق اللي بتلعب ناقصه يعني اضطرد منها واحد او واحد اصيب والتغيير اصلا استنفذ فانت هتلعب ناقصه الفرق اللي بتلعب ناقصه 64% من الفرق دي ما تخسرش المباراة ممكن تكسب لكن ما تخسرش 64% ولقوا من 64% يبقى 36% بس الفرق التانية يعني انه ما يخسر المباراة لكن 64% ما يخسرش يتعادل او يكسب فبالزبط فرقة مصر ما هي فرقة كنت فمن ضمن 64% من العدد ليه بقى لان احنا بنقول عندنا عشر لعيبة غير اللي عشر اللي هو طرد فأصبح فيه عشر في المرعب فيه حرس مرمى أصبح فيه تسعة كل واحد فيهم بيقدي الدور بتاع انه حاسس ان فرقته تظلمت او الفرقه اضطرت منه واحد فبيزود مجهوده بتاعه فاللي كان بيديني سبعة من عشرة ها يديني تمانية اللي بيديني ستة ونص ها يديني سبعة ونص اللي بيديني تمانية ونص بيديني تسعة ونص اللي بيديني تسعة بيد تسعة ونص اللي بيد تسعة ونص بيديني عشرة من التسعة اللي هما بيوجودوا في الملعب إذن كل المجهود بتاع هاني لو كان لعب هيديني أصلاً في المباراة تماماً من عشرة اتوزع على التسع لعيبة التانيين بنفس القوة وبنفس الحماس فما تحسش نخناقص دي دي حاجة مش رأي فاتح نصير أو فهلاوة أو حاجة لا لا دي علم فاتوزع في إيه؟ إن كل واحد بيزود على نفسه الموجود أكتر لأنه حاسس إنه هو كان مسيطر أكتر وأداءه أكتر وفرسته أكتر فبالتالي ما تحسش بالنقص وبالتالي تحقق النظرية العلمية أو الحصائية بتاعت التحاد الدولي إنه 64% من الفرق اللي بتلعب متعدلة على الأقل ما تخسرش إن لم تكن تكسر إيه اللي استفادوا فيتوريا وهو بيشوف منتخب مصر في تجربة قوية زي الجزائر في الظروف طبعاً اللي احنا اتكلمنا عليها دي بيقدم الأداء ده والمستوى ده إيه اللي استفاد إيه؟ أولاً الدانة بيدي خبرة له هو بقى لأن ده سيناريو مباراة لو اتطرد مني لاعب والمباراة نتيجتها وأنا كذبان لو اتطرد مني لاعب وأنا متعدل لو اتطرد مني لاعب وأنا خسران طيب اللعب ده اتطرد فاني مركز هل هو مهاجم؟ هل هو وسط ملعب؟ هل هو مدافع؟ طيب فإزاي التغيير عشان أصلح الخطأ بتاع الفرقة؟ اللي اتطرد دلوقتي ظهير يعني مدافع فالوضع الطبيعي أنه هو لازم يغير لأن كانت النتيجة في الحالة دي أنت صفر صفر وفي الحالة دي كان لازم يغير لعيد في ناس تفكر أشيء المهاجم عشان يغير المدافع هو ما شالش كده هو شالز زيزو يمكن زيزو الظلم أنه خرج بس الخرج غزبا عنه عشان يعيد التشكيل تاني ويلعب بالطريقة اللي هو بيلعبها تاني بعد ما كان بيلعب بصلاح وراء مصطفى يعني كراس حربة أنه هو بيلعب من وراء خلق رجع صلاح بقى فوسط الثلاثة اللي هم موجودين معهم بحيث يزبط الفرقة ورجعنا بنفس الشكل إذن إدى الدرس مش للناس إدى الدرس في كيفية إجراء التغيير في وقت مناسب وكل تغيير تقولي طب لو الفرقة دي مثل كنا كذبانين يمكن التغيير ده ما كانش يتعمل كان يعمل تغيير تاني يعني غير واحد لازم يحط ظهير لكن مش حقيقة بدون ظهير بس كان زيزو ما يتشاء من اللعب اللي هيطلع دي بتختلف من مباراة لمباراة والسيناريوهات دي كلها لازم يكون هو محضرها قبل المباراة في دماغه حتى شوف ما خدش وقت في تغيير ما خدش وقت في التفكير لأن دي مدروسة النسخة دي من أو الجيل ده من يعني من منتخب مصر وصل لنهائي بطولة أفريقيا مرتين وربنا يعني ما أقدرش لنا أن احنا نحقق اللقب ووصل لكاس عالة هل شايف أنه آن الأوان أو أنه المنتخب أو الجيل ده جاهز أنه يحقق لقب بطولة أفريقيا بدأت دلوقتي تنور له بدأت تجهز له وبدأت أبواب تتفتح وخصوصا برضو تصفيات كاس عالة من تلوقتي تسعة من أفريقيا حيوصلوا يعني تسعة دي بتدينا تشغيل هام تصفيات كاس عام كابتن فاتحي؟ لا التصفيات لا صح؟ ولا إيه؟ لا لا يأسهل تصفيات في التاريخ؟ أنا بقول تسعة أنا بقول تسعة فرق يعني من المجموعة هم اللي حيوصل لا ومجموعتنا يعني مش عايزة أقول سهلة عشان ما نريحش لا لا مش سهلة بس يعني نسبيا أسهل مجموعة يعني صفينا فيها مطشاط عشان نوصل كاس عالة لا حصلش في التاريخ أن دايما كان معنا فرقة بتطلعنا كان بتبقى مرحلة تانية بعد المجموعة بنبقى ترحيم من خدش تاني في مجميع التمانية والخمسة أو كده ويقسموا واللي هوماندوي يزهابوا عودة واللي يوصل لكن ده هنا أول تروح كسر على مرحلة ما حداش هوماندوي للسنة اللي فاتت نسخة الأخيرة بس قبل كده كان مجموعة بيطلع منها المنتخب الأول غانا مرة طلعتنا السنغال مرة طلعتنا تونس مرة طلعتنا ده في مرة طلعنا مع لايبيريا لا قبل ما كنت بتوصل لدي كان بقى فيهم هوماندوي وبعدين يتقسم لخمس مجموعات يطلع خمس الأوائل خمس منتخبات يعني مرحلة الأولينية فأنا شايف أن الفرصة كبيرة جدا وان شاء الله هنوصل في عناصر قبل ما أقفل بقى المنتخب في عناصر من وجهة نظر كابتن فتحي شايف أنه غيابها عن المعسكر الأخير ده معسكر الإمارات يمثل إضافة كبيرة ان شاء الله في أمم أفريقيا في يناير أولهم حجازي أولهم حجازي حجازي يستعفر له دور كبير قوي 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 في المنطقة دي يعني حيطمن المدرب ويطمن الفرقة ويطمن زميله من شاء الله ما يرجع تقريبا هو دلوقتي في المراحل النهائية لفترة علاجه وحجازي من العيبة الملتزمين الملتزمين القادرين وعنده خبرات كتيرة فعنده قدرة يعني أن يكون موجود مع المجموعة دي حد تاني غير حجازي لا اللي حيبان بقى من اللعيبة اللي هم موجودين في خلال الدوري حيبان بقى في بعض اللعيبة متأخرة شوية في بعض اللعيبة ما اسم بيدور في ذهن كابتن فاتح لا أنا اللي الضار في حجازي لأن المكان ده مكان صعب أما الأماكن التانية أنا شايف أنها تمام أي عدد حيقدر يقدر يقدر فيها أكرم توفيق لو جاهز أو لو استعاد فورميته أنا بقول أكرم حيرجع حيبدي إضافة بس هو في عندنا برضو موجودين يعني إمام عشور حيبدي إضافة ففيه أنا بقول حجازي في المكان ده طيب لكن أكرم وإمام أساسيين طبعا في المنتقب ما هو موجود وحيستفيد بيهم وما أقدرش أقول عشان نادي الأهلي أقول أكرم وإمام لا إمام برضو من الأهلي لا لا ما أكلمش عن نادي الأهلي أنا أتكلم على منتقب مصر بنسر ألوان كابتن فاتح عشان كده أنا قلت حجازي لكن برضو إمام عشور حيكون له مكان في المكان ده وأكيد أكيد لازم هنضمه في المعسكر جاية مصطفى محمد نقدم سيزن كويس جدا السنة دي في فرنسا وهو الحقيقة مهاجم كويس جدا هل شايف في حد تاني ممكن يملك المكان ده مع مصطفى أو المكان ده في مشكلة بالنسبة لبيتوليا لا هو هنا عندنا المكان ده أولئة لها المكان ده في مصر كلها يعني مش في أي نادي يعني ماذا حتى إحنا في النادي الأهلي برضو المكان ده قلقنا فيه نروح للأهلي بقى إزاي شوفت مطش مبارح مباراة الجمهور الحقيقة استمتع بشوتها الأول ما شوفناش الأهلي مع سينبا في تنزانيا قبل كده وبتكلم أرقام بيحق الأداء ده والنتيجة دي اللي كانت ممكن تتضاعف مرتين وثلاثة والحقيقة يمكن ما هنش حد أبدا نتعقع بداية سيناريو الشوت التاني بالشكل ده واستقبال الأهلي لهدفين في أقل من خمس دقيق خليني أخد رأيي كابت الفتح إجمالا في التسعين دي شوفت موجة الأهلي وسينبا زي يمكن أقول أول ما الفرص بدأت تضيع واستشعرت من اللعيبة اللي هما بيلعبوا كيفية إضاءة الفرصة أسف الفرصة ممكن تضيع أنت تلعب الكرة صح بس ممكن تضرب في الآي تضرب في العرض واحد يجي قدامها وتتحط لكن إن أنا أطلع الكرة برا المربع في وقت أنا فيه منفرد كليتا يبقى قمة التركيز بتاعي في الأداء مش مئة المئة هتقول لي تاب ليه لأن تصرب لي تصرب لي إحساسي إن الفرق دي سهل إن الفرق دي إحنا أقوى منها بكتير الفرق دي حنكسبها حنكسبها ده لو تولد في فرقة النادي الأهلي هذا الكلام حيحصل لحكي شوفنا هو الشعور ده لما بيوصل اللعيبة بيوصل إمتى بيوصل في أول ماتش يعني مرتبط بزمن ولا مرتبط بسكور أفوض إن أنا أتطمن للمبارادي بعد ما أبقى كسبان مثلا 3-4-0 ولا أبقى متطمن للمبارادي إن أنا أطلع منها كسبان كده كده لما أبقى كسبان 1-0 وبالعب في الديئة مثلا 90 أما ألاقي 60 ألف موجودين بيشجعوا الفرقة دي والفرقة دي أنا ما كسبتهاش قبل كده لكن أنا ومدربي قال لي هذا الكلام وقال إن كعبوم عالي ومش كعبوم عالي والكلام ده هو ما بيؤمنش بالكلام ده لكن إن هو اللعيبة تيجي والسيطرة والاستحواز والتحرك والنقل والانفرضات بيتصرب للعيب إن الماتش خلاص إحنا الفرقة دي حتاق نكسبح نكسبح بس إمتى بيتصرب بعد الربع ساعة تلت ساعة وعشان كده اللي جوالي اللي جات يعني أنا عندي ترى فرص مش لقيلها مبررة أول فرصة إن اللي هي بتاعت فرصنا اللي إحنا أهضرناها طبعاً إن الكهرباء رقص فيها كواس قوي إذا المخه حاضر إنه رقص بس هو فرح إنه رقصه فترة اللي لما لم الباك ودى اللي طلعوا مدرجات وحطها بشمال الفرحة دي فقدته التركيز يعني لما فرح المخ بيفرح ويمكن كمان عشان بيقى بتهيألي يعني إنه المهاجم لما بيخلق فرصة أو بيعرايب أويم التسجيل بيبقى حاسس إنه يلا نحتفل يعني أنا خلاص أنا فتحت يعني هو عارف إنه هتيجي تاني وحاس إن الماتش مش مقفول فمعنى كمان يرقصه ترئيسة زي دي أو التصرف العام من مهارة عالية جداً السهل إنه يحطه فإنه يحطها برجله الشمال عايز بلسنج مش عايز دي بقى لازم يكون كذبان اتنين ولا حاجة عشان أفكر في اللعبة دي اللعبة دي مش بالأسلوب ده في التوقيت ده لأن ده كان حيبقى أول هدف يعني إننا اللعب الأيمن يا كابتن فاتحي اللعب اللي اعتماده على رجله اليمين أكتر من الشمال في كرة زي دي يعني بصرف نازل على كرة كهراء في كرة زي دي يحاول يحطها بالشمال اللي ممكن عشان هو بيلعب برجله اليمين تبقى مفتقدة للدقة بالتنفيذ أنا عارف إن الكهراء بيلعب برجليل اتنين مثلا بسأل عموما يعني مش بس كلم مش بكلم على كرة كهراء عموما اللي بيلعب برجله الشمال اللي بيلعب برجله اليمين لو جات له كرة في حتة زي بتاع الكهراء كده على رجله الشمال وعارف إنه الشمال مش بتنفس بنفس الدقة ومعندهش نفس الحساسية بتاعت الرجل اليمين يستخدم اليمين ويحطها بوش رجله مثلا في البعيدة ولا ولا يرهن على الشمال وياخد المجاورة لا مش هو ما يرهنش على الشمال هو ثقته إن الترقيسة يعني إنه عالي على الفرقة بنقول أي فرقة لازم تحترمها حتى لو رأس الرجل هو مش وحش بس مهرتك أعلى منه كمل بقى أنت عملت الصعب والأسهل إنك إزاي تحطها ببطنة الرجلك في الزوال الدايئة أو إزاي حفكر إن أنا حطها في الزوال بعيدة طيب حطها في الزوال بعيدة بهذا الأسبب السنس مش موجود ده كرة عالية حاجة نفس القصة دي حصلت مع برستاو برستاو الكورة وعلى عدلته وعلى عدلته وعلى عدلته وعلى شماله عنده حلين ملهمش تالت لإما حلنت هتقطع بها الشبكة يعني مش عايزة أركن ولا كده وجاب بهم جوال قبل كده يعني برستاو جاب جوال لما بيخشه وبشماله بيحطه وبيخش وبشماله فأنت عدلتك فالكورة جاية لك سهل جدا أن يجيب جول بس بتاع التاو ممكن شوية ممكن يعرفش أنا ما نزلتش أرض الملعب ممكن شوية أرض الملعب تكون عصرت فيها لا 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 أصلي هو كرة من تحت وخطة يعني مش أرض الملعب مع عدلته يعني بقول لو أرض الملعب علتها سنتي واحد لو علتها لو علتها سنتي ممكن توصل لو كان حداخل حيشوت حتى لو علت الشوتة برضو هتروح مش هتلحق تعليم ولا كنت معا أنه يسند ويسند أو يسندها وهو فاضي خالص ويفكر ويحط بس برضو كان برستاو في الوقت ده طمعان في الجمال مش في الكمال في جمال يعني أنا عايز أعمل لعبة بجمال حلوة حلوة طمعان في الجمال عايز يفنش بستايل زي ما بيقولها بحاجة يعني ما حصلت لا يا عم هتلينا جل الأول أنت ممكن تجيبها كده نيجي لي كهرباء التانية اللي هي تعملت بالعرض الانفراض الانفراض أنت كهرباء شايف أن الكرة قدامك وبتجري وانت رحلها بخطوات سريعة بس خطوات مفتوحة لو جبناها وللأسف احنا ما عندناش هنا حق اللي بتاع هنلاقي كهرباء بيجري في الآخر الكرة بعيدة عنه شوية فالكرة عنه بعيدة البعد ده بعد خلاص سنسي الكرة مش معاه لكن هو لو ركب الكرة سهلي كان يحطها لكن بعد الكرة عنه برضو الكرة دي مش عايزة يعني عايزة أقفها وحطها برضو لأن الواحدة اللي شفناها هنلاقي كهرباء مفيش حد جنبه حتى بعدين ناحية التانية هنلاقي برستاو برستاو واقف هناك يعني حتى لو كهرباء سابها كان هيجي بس برستاو برا الموقف هو انت جوا الجول صحيح عايزة أكلم معاك عن تقيمك لسيمبا هل الأهلي أجاد استغلال نقاط ضعف فريق سيمبا إزاي شفت سيمبا أو حكمت عليه هل سيمبا هو سيمبا اللي ظهر قدام قدام الأهلي بالشوت الأول فريق مش منضبط تكتيكيا عنده مساحات غير طبيعية خط ظهره ضعيف عنده غلطات كبيرة جدا في التمركز سهل جدا أنك تخترقه ولا سيمبا من وجهة نظر كابتن فاتحي سيمبا الحقيقي اللي هيلعب معنا كمان 72 ساعة مباراة هو سيمبا الشوت الثاني الفريق اللي حطت الأهلي في نصف ملعابه الفريق اللي ضغط علينا طول الخمسة واربعين دقيقة الفريق اللي قدر يسجل في الأهلي هدفين بمنتاز سهولة في أهل من خمس دقيقة أنهي سيمبا فيهم بس قبل ما نجاوب على السؤال ده هروح لفاصل وأرجع أسمع رد كابتن فاتحي نصير مرة تانية بأرحب بكابتن فاتحي نصير ويمكن قبل الفاصل كنت بقول أنه كولر أجاد رغم أنه في ظروف صعبة في لعيبة وأسماء غابة عن المباراة ممكن تلغبة الحسابات عبد المنعم كان ورقة أساسية في بداية الموسم إمام عشور كان ورقة أساسية في بداية الموسم علي معلول ما فيه شك ورقة أساسية طول العمر فبالتالي غياب ثلاثة أسماء دول ممكن شوية يربك حسابات وخصوصاً المباراة مع فريق لي وزنه على جميع المستقات فريق سيمبا فريق محترم الحقيقة وأثبت نفسه وأثبت جدارة في الكورة الأفريقية وممكن كمان يبقى فيه حسابات شوية متلغبطة بسبب دي الفترة اللي أنت متاح لك أنك تحضر للمباراة مهمة لخرج الأرض زي دي ولكن أعتقد أن خليها متفقين كابتل فتحي أنه كولر حضر للمباراة كويس أرى سيمبا وزاكل سيمبا كويس وده اللي بان في الشوط الأول إلى أي مدى من وجهة ناظرك إحنا اشتغلنا على نقاط الضعف كولر اختار العناصر واختار التاكتك اللي يسمح له أن يقدم شوط أول بهذا المستوى أقولنا أحييك حمزة على الموضوع أن أنت بتقول أن كولر فيه لعيبة أختارهم بدل التلاتة اللجوم ولازم نستعرضهم لأن التلاتة اللي يتموجوش الخبرات عنص الخبرة غير موجود تقريباً في اللي نزلوا بدل يعني بدل علي معبول علي معبول كريم دي بيس طبعاً كان نجم المباراة الحقيقي كان واحد من نجوم المطشب وبعدين عندك مام عشر في وسط الملعب ولما نزل نزل كوكا مسأل في الملعب ده برضو صغير إذا نزلوا يؤدوا لكن ما عندهمش الخبرة أن يشيلوا المباراة إحنا اللي بدينا الفرصة لسنبها في الشوط التاني مش هما اللي عليهم إحنا هما ما عليوش هما كده من الأول الشوط هما نفس الفرقة اللي بدأت المباراة هما هما فرقتنا وفرقتهم واحد بس إحنا نزلين بقمة التركيز العالي بقمة التركيز وده مهم جداً ثم الالتزام الخططي والنقل والتحرك وكده وهم كانوا كده إذن إحنا متفوقين أما تيجي في الشوط التاني تفقد العنصر ده تفقد التركيز تبقى أنت فرحان أكتر من اللازم تبقى أنت فاكك تبقى أنت مش ملتزم كل ده هتلاقي نفسك قلت من غير ما تعرفه وتفقد كور من غير ما تعرفه يخش فيك جل ومجنين وزي اللي دخل دورك حاجات تدحك يعني جوال دي فهم ما كانوش كده من الأول إحنا اللي بقنا وحشين عشان كده هم وقام كويسين فلابد أن إحنا أكيد في المبارات تانية حننزل بشكل تاني المبارات اللي هتلاعب هنا يوم التلاتة أكيد إن شاء الله بإذن الله يعني هنشوف الفرقة وخد الدرس من ده ده درس لنا وكويس جدا إن هذا الدرس اتاخد وإحنا رجعنا وجي كهرباء تاني بسرعة رح مثلا تعادلنا ولو تلاحظ مجوش وراحوا يفرحوا ويبوسوا الكلام ده ليه؟ لأن إحنا الأول فرحنا لما جبنا جول يعني هنفرح لما نفوز مش نفرح لما نستعادل يعني معنى إن إحنا تعادلنا برضو مفرحش لازم أكسب إحساسهم إن إحنا أعلى منهم كفرقتنا ففرقتنا هي اللي نزلت فدتهم الفرصة إنها يعملوا اللي هم عملوه ده ويزيتوا ويهيجوا مع الجمهور قبل ما نروح للسيناريو مطش التلاتة عايز أقرأ معاك الأسماء اللي إنت كنت بتتكلم عليها وشوفتها قيم كابتن فتح ليهم أسماء يمكن كنت بقول أو أنا اخترت كريمي دي بيس عشان يكون نجم مطش مبارح بصراحة لأنه اتحط في ظروف صعبة وقاسية واحد عارف تماماً إنه بعد تسعين ديئة دول الناس هتقرنوا بعلي معلول فبالتالي فيه ضغط عليه بيلعب في نفس المكان مع نجم كبير اتنين صغير في السن تلاتة مطش صعب برا الأرض في بداية بطولة مهمة جداً للجمهور وللنادي الأهلي هي بطولة الدولة الأفريقي فإنه يظهر بالمستوى ده بشوف إنه كريمي الحقيقة قدم مباراة كبيرة جداً جداً اه ريضا سليم برضو نفس القصة يبقى بالتفقيل لأنه أنا اختارت ليه ده برضو مش كده؟ صح أنا اختارت ليه ده برضو طب ليه اختارنا دول؟ ايه أو ليه مستوىهم ما قالش؟ لأن اللعيبة دي جاية عايزة ما كانش لسه حطت رجلها في الفرقة فعايزة تثبت إنه هم موجودين وعاوزين يكملوا وعاوزين يمسكوا في المكان أما باقي اللعيبة لعبوا قبل كده في حتة الاسترخاء ممكن يتصرب لهم هو ما تصربش الاثنين اللعيبة دول لأنه زي ما نقول لسه لعيبة جدادة على الفرقة وبالتالي هم نازلين كل واحد عنده الدوافع بتاعته تنفيذ سلوب المدرب تنفيذ ما يجب قدام الملعب إيه دوافع لنفسه بقى إن أنا أعلي نفسي في الملعب وإن أنا مغلطش وإن أنا لازم أتقدم وإن لازم أتحرك فكريم يعني ريدا سليم وكريم لاتنين لأنهم جدادة على المكان فالجداد دولة ما تصربش لهم حتة الثقة العالية أو ما جادش ناحيتهم لأن ده هم لسه يعني غير اللعبة الكبار يعني غير برستاو غير مثل كهرباء أفشا وكهرباء وربيعة وياسر وشناو كل دول كل دول تسرب لهم لأن دولة كبار وجربوا قبل كده لكن دولة ما جربوش فالدولة عايزين يمسيكوا في المكان عشان كده لو تلاحظ هم الاتنين اللي مستواهم طول المباراة عالي وربنا قرم ريدا سليم إنه برضو سجل هدف طبعا سجل هدف إيه؟ تاريخي؟ رغم إنه في حتة صعبة وزوية صعبة أسهق يعني أصعب من الفرص اللي جات لنا في النهاية ليه؟ لأن تركيزه عالي فالكرة مش فهلاوة ركز هتجيبه ركز إزاي تحط الكرة ركز إزاي إنك تشوت ركز إزاي إنك تباص ركز إزاي تمرر ركز إزاي إنك تهاجم على العيد كل ده موجود لكن أنا عايز أسمع تقريمك في كرة كريم الدبيس يعني شايف كورته إزاي؟ شايف الولد ده إيه من صحات التطور؟ أنت طبعا يعني قدمت نجوم كتير ودربت نجوم كتير وبتحضر طبعا مديرين فنين فأكيد نظرتك في لاعب مختلفة وإيه اللي تنصح بيه كريم في بداية مشواره؟ تعرف الحتة دي كتصداعة في دماغي الأهلوية في بداية الموسم وتردد فيها أسماء كتير مش عدم ثقة في إمكانيات علي بالعكس علي من أهم العيدة النادي الأهلي وليه في قلوب الأهلوية مكانة كبيرة جداً بس الإحساسهم إنه علي مستنزف وإنه الموسم اللي جاي صعب جداً علي معلول يلعب في حتة دي لوحده سمعنا شوية تفكير في شكري سمعنا في محمد حمدي كلامة قال على يحي عطيته الله بعد نهاء دور الأبطال الجمهور كان عايز حد يسند مع علي في الحتة دي وده بيتهيق لي بيبقى تقل شوية على أي العيب جاي ورعالي معلول يعني إحساسه إنه دايماً محطوط في مقارنة أو إحساسه إنه يعني أرجو أنها تتفهم صح الجمهور ما كانش متطمن له أي في بداية الموسم ويبتدي مع الفريق بالشكل ده أكيد دي الكلام مع كريم سنة الحياة في التغيير كل واحد بيبقى خايف من الجديد يعني كله على قديمه أي واللي تكسبه على العظم أه يعني فالحكاية دي هي اللي خل كريم دي مكسب كبير أول للناد الأهلي وحتي اسمك افتكر الكلام ده كريم حيبقى دور دور في الناد الأهلي في خلال السنوات القادمة بأداءه بمهارته بروحه بإمكانياته بهدوءه لعيب فعلا من لعيبة البرومسنج اللعيبة المتميزة أول ما هيخش في الخلاط مع الفرقة حيندمج وحيبقى فيه صعوبة على باقي اللعيبة اللي بتلعب في المكان ده من قدام سواء برستاو أو الشحات أو عبدالقادر أو الناس دي كلها في المكان ده حيبقى صعب وهو بلعبها يمين وشمال ما شاء الله فده له دور كبير أوه حيبقى في الحتة دي عايز اسمع رأيك في الكورتين اللي دخل فيه شباك الأهلي منهم هدفين شايفهم ازاي انهما انا مصدقتهمش بصراحة يعني شفت اللقطتين بشكل ما استوعبتش دفاع الأهلي اللي تطور بشكل كبير كده مع مرسل كولر واللي بالكاد كل كم مباراة يدخل فيه هدف يستقبل هدفين في خمس دقائق بالشكل ده كان بالنسبة لي صعب جدا والتنين أوفرات يعني أوفر اللي هي بدأ دربة رفية دربة ستة ودربة وكروس والتاني برضو اللي هو جريت برضو ارجع اقولك لو حنحل الهدفين جوم ازاي كرة الثابتة عدم تركيز من خط الظهر بداية من الشمناوي المجموعة كلها مين اللي عزاوه الدقيقة ده جاي في جولة في زاوه الدقيقة يعني ومش داخل يعني ايه واللعب ده جاي متحرك مين مقابلوش مين موقفش جنبه يعني هو لازم حد هنا في المكان ده على قليل يدايقه يعني هتحرك مع الراجل ده لو يشترك معه بس نعملش معه حاجة طيب وفي زاوه الدقيقة برضو انا مش هقول يعني الشمناوي شال جوال كتير وعمل جوال كتير بس للأسف احنا كلام اللي انا قلته في الاول اول ما يتسرب اول ما يتسرب لك قلة التركيز لضمان للفرح اللي انت فيه او لضمان انا كنت هتطلع بالمباراة كذبان كذبان ماما كده هتلاقي الوقف حتى مش يلا بسرعة ووقف طيب لما جيه لعبها الجول الاولاني لما جيه بيلعبها وبالعب باكورد عشان تلط عند التمنتاشر في اول ده في سيكس يار ده في نص الجول مفيش ولا مدافع هنا مع الراجل ده طيب مفيش ولا مدافع يشير الكورة يعني مفروض كمنطقة او كمان كمنطقة او كمان يعني ايه يعني منقول المنطقة دي مش عاوزين دماغ رأس اي لاعب تلمس الكورة ايه مين اللي كان عليه الدور في الحتة دي انه طلع الكورة دي ما رحت له حطها بدماغه صحيح طيب هو لو سابها هتنزل في الارض مين المسؤول ان الراجل ده بنقولها بالبنى دي كده ان جوه في القوس ده او حتة السكس يار ده دي مفيش كورة باي حالة من الاحوال حد يلمسها بتباغه وبالتالي مفيش كورة تلمس الارض طب هي دلوقتي لابسها الدماغ الراجل ده ليه مين اللي كان مفروض يمسك يبقى ده واحد نقطة نقطة التانية الراجل ده لعبها ليه ليه منضغطناش عليه وبالعبها في ظهره يعني حاجات كلها بتتسرب تحت تحت بند احنا بنكلم ده بنقول ده كمان عشان الاهم زي ما انا قلت انه اللي جاي بيبقى دايما يعني لفل الماتشات اللي جاي هيبقى تصعودي كل ماتش هيبقى اصعب من الماتش اللي قبل وبالتالي مهم جدا ناخد بالنا او نتعلم من اخطاءنا عشان ما تكررش مرة تانية اخطاءنا ما يتسربش علينا الفرح ما نفرحش باي مباراة الا بعد ما الحاكم يصفر ويخرج نعرف الماتش خلص طيب ناخدكم مع كابتن فتح الماتش التلات اللي جاي وبنأكد مرة تانية انه واحدة من طبعا اهم مبادرات النادي الاهلي لدعم اشقائنا في غزة وفي فلسطين انه ماتش الاهلي اللي جاي على المستوى الدعم المادي الاهلي طبعا قرر انه يخصص عائد التذاكر بتاع المباريات بالكامل لصالح اشقائنا في غزة وفي تواصل حاليا مع وزارة الصحة عشان يكون في يعني توفير عربيات مجهزة لاستقبال جمهور النادي الاهلي اللي عنده رغبة منهم للتبرع بالدم على هامش طبعا مقابلة الاهلي وسينبا في استاد القاهرة ايضا لصالح الاشقاء وده جزء بسيط جدا من الدور اللي تعود النادي الاهلي الحقيقة على مدار تاريخ طويل واعتقد يمكن كابتن فتحي نصير يعني مشاهد على عصور كتير كان الاهلي فيها داعم للقضايا الفلسطينية وصاحب مواقف وطنية على كل المستويات الدور الحقيقة كبير وممتد على مدار السنين طويلة جدا ونتمنى ان شاء الله بإذن الله انه لمسات الدعم المختلفة اين كان نوحة يعني وطبعتها تصل لأشقاءنا في فلسطين يا سيد احمد ان احنا نقدر نقول بكل الحب بقلوبنا ان احنا بنعز شهداءنا في فلسطين مش شهداء فلسطين ده شهداء الأمة العربية حقيقي لأن مش فلسطين بس صحيح فلسطين دي بلد من بلاد الأمة العربية دي قضية أمك كلها مش قضية دولة ومش قضية شعب اه اذا احنا لما بنعز كل واحد فيهم وبندعو بالشفاء والله وبنعز أنفسنا جابت الفتح طبعا احنا كل الأمة العربية بنعزيها وبنعز أنفسنا وبنعز فلسطين وبنعز الشعب العربي في شهداءنا في فلسطين بقول شهداءنا وليس شهداءنا احنا لأن كل واحد فيهم شهيد شهيد لنا لأنه بيحارب أو بيقاتل على أرضه وأرضه دي اللي هي الأرض العربية إن شاء الله بإذن الله ربنا ينصرهم ويشفي كل مريض والمرضى اللي موجودين امين يا رب النادي الأهل دي مش غريبة عليه نادي الوطنية ونادي الأهلي النادي الأهلي الوطني النادي الأهلي اللي تشكل في أول بداياته كان زي بقى النادي وطني موجود اللي هو النادي الأهلي فبالتالي إن حاجة زي كده بتعبر عن مجلس الإقدارة ولقيت مباركة الجماعة العمية ومباركة كل محب النادي الأهلي طبعا وكل جمهور مصر فرح بحاجة زي كده إن انتو شافوا للعالم كله انتو القناة هنا دلوقتي أول يوم تتفتح النهاردة على ثلاث أيام حداد تقديراً لمين إن هذا الشعب مظلوم اللي بنشوف فيه يعني الواحد حاجة أدعو الله سبحانه وتعالى وربنا كبير وربنا على كل ظالم وربنا إن شاء الله حينصرهم إن شاء الله بإذن الله وحيرجع كل الأمور وإن شاء الله عايزين نشوف اليوم إن ربنا ينصرهم أتمنى إن شاء الله فلسطين حر بإذن الله إن شاء الله طيب ماتش الثلاث حاجة شايفه إزاي يعني تصريحات أوليفيرا المدير الفني البرازيلي لسينبا بتقول إنه الراجل جاي القاهرة طموحه ما قلش أو إنه عنده رغبة وده طموح مشروعه طبعاً ومفهوم معتقدش إنه في أي مدير فني مهما كانت الفوارق بينه وبين الأهلي هيجي هنا وهو رفع رأي البيضة لكن الراجل في المؤتمر بيقول واحد اللي إحنا عملناه في الشوط التاني الجيم اللي إحنا لعبناه على الأهلي في الشوط التاني نقدر جداً نقرره إحنا حطنا الأهلي أو ضغطنا على الأهلي بالشكل اللي إحنا عايزينه وقدرنا نفرد إسلوبنا وإقاعنا على النادي الأهلي وطلعنا كذبانين الشوط التاني بنتيجة 2-1 النتيجة دي إحنا نقدر نكررها في القاهرة شايف إنه هل فعلاً بالجرأة اللي ممكن تخليه ييجي قدام الأهلي هنا يلعب جيد مفتوح عالماً بقى إنه النتيجة هناك في النهاية في مصطحة الأهل هو مش بالجرأة هو زين بقولك هو تحمس كمان هو فرح وهو صدق نفسه لكن هو ممكن يعمل كده لو النادي الأهلي لعب كده يعمل كده لو النادي الأهلي لعب كده النادي الأهلي مش هي لعب كده النادي الأهلي الشوط التاني شوط غير موجود في تاريخ النادي الأهلي الشوط التاني مش أداء النادي الأهلي الشوط الأول هو النادي الأهلي فإحنا هنكمل ببداية الشوط الأول هو هنشوف فرقة تانية سواء في الشوط الأول أو في الشوط التاني مش من ناحية الأفراد من ناحية الأداء في الملعب يعني هو له حق أن يقولي الكلام ده لأنه هو صدق نفسه لأنه نفسه جاب جنين وكان خسران بس هو احنا احنا بنحلل المتش بتاع تنزانيا قبل المباراة يعني يعني كل المحللين جم معنا يا كابتن فالح أكدوا وده اللي الترجم وشفته الحقيقة في المباراة أنه فريق هش دفعيا وسهل جدا اقتراقه وخط ظهره هو أضعف خطوط الفريق وبالتالي دي مغامرة كبيرة جدا يعني لو هو جي هنا يلعب بنفس الطريقة اللي لعب بيها في تنزانيا أعتقد ذا تبقى مغامرة كبيرة جدا قدام فريق زي نفسه هو بلا هتحمل مش هتحمل لكن زي ما بقول له هارتك احنا احنا السبب احنا اللي دينا له فرصة يتكلم احنا ليه دينا له فرصة لأنه هو نفذ طب هو نفذ ليه واللعابة دي نفذت ليه لأن احنا كفرقة مش اللي بدأت المباراة مش بالشكل اللي بدأ بيه المباراة انت لو جونين الاولين انت جبتهم خلاص ماتش تقتل حجيب جوال أكتر وانتهيت كل حاجة سيناريو المباراة ساعدوا ان يقولوا هذا الكلام الفرص اللي احنا ضيعناها يعني لو جبت اللعيبة اللي ضيعوها عندي ترت فرص محققة مش هقول فرصة صلاح محسن الأخيرة صوقاتك ليه هو؟ هو بيفكر ازاي في المباراة دي هيلعب ديفانس ويفكر انه يستدرج الاهلي ويلعب على كاونتر أتاك ولا هيجي يلعب بنفس الاسطوب اللي اللي لعب قدامه دي هترجع بقى هو لخبرته هل هو صدق؟ لو هو مثل مكاني وبيقول لا ده الأهل الشرط التاني مش الأهل فعشان كده أنا بيك كويس فلازم يقول الكلام ده من ناحية المعنوية لكن حقيقة مش هيضر يعمل حاجة من دي لعب مدافع لعب مهاجم لعب بأي طريقة حيلقي وجه تاني للنادي الأهل وحنشوف ولينا لقاء ان شاء الله بعد كده ان شاء الله أنا اتمنى طبعا أن حاجتشرفنا بعد كل مطشط لقاءة بنسعد بتحليلك عشان نقول ايه بالزبط اللي هو قابله هو مقابلش هو قابل نادي الأهل حقيقيه في الشرط الأول بس مقابلوش في الشرط التاني الشرط التاني مش النادي الأهل ده كلامك لأن أداءنا مش هو تتوقع كلها ري راهنا على نفس تشكيلة مباراة الزهاب ولا المباراة تشهد تغييرات لا حيلاقي عنده لعيبة أصحاب خبرة اللي لقى عيبة إمكانيات لعيبة لهم حلول حيكونوا موجودين ودي ميزة كنا أنه مضحاش بالمصابين أو اللي جاي من إصابة أو اللي شاكك في إصابته ألعب بالسليم ميان ميان يعني فلعب بالسليم فدي عشان يجني منها أنه يجي هنا باستاذ القاهرة إن شاء الله ندعو الله حيلعب كل قوته كل فرقته بالفكر اللي احنا بنلعب به نادي الأهل اللي هو مش هيقدر أي حد يقدر يوقف من القلب بالطريقة اللي احنا لعبنا بها الشوط الأول وما نضيعش الفرص السهلة يعني احنا أنا بنقول فرص هي مش فرص مش نص فرصة مش ربعة فرصة رغم إنه ممكن كتير من الفرق تتهز يعني احنا شفنا ربيع ياسر بلعبه وجنب بعض لأول مرة في الموسم شفنا مروان عطية اللي كان أساسي مع كولر في المطشات الأخيرة مش بس مطش سينبا ما بيبتديش في أوقات كتيرة بالزبط شفنا كوكا موجود شفنا كريم يدي بيس في أول مباراة أفريقية أعتقد يعني شعرف كريم يليعب قدام سان جوج مش متذكر ولا بس يعني أول مباراة تقيلة عن وصال أفريقي آفشا بدأ مباراة ما كانش بيبدأ أساسي مع كولر رضا كتير رضا ما كان الشحات ناس كتير كانت مراهنة على الشحات لقينا رضا سليم ورغم كده الحالة اللي ظهر عليها الأهلي بشوت الأول ما تقولش أبدا أنه اللعيبة دي بتلعب جنب بعض الأول مرة أو أنه الانسجام غايب عن الفريق في المباراة لو الفريق بقى جاهز فترة دي كنا بنقول عليها لأول ماتش النادي الأهلي وكهربة أول ماتش مع الأهلي لكن لما اللعيبة بدأوا أنه هما يلعبوا ويتمرنوا وكده فاللعب عليه دور كل واحد عليه دور وبتكمل الخريطة وبتكمل القصة لكن أنه هو مش أول مرة أو كده هو عارف واجباته أنا أعمل إيه واحد اتنين تلاتة لما تكون الكرة معنا هعمل إيه لما تكون الكرة مع الخصم هعمل إيه لو أنا حقف وقفتي هكوني إزاي لو الكرة مع الخصم من ناحية اليمين مفروض تحرك إزاي لو الكرة مع الخصم من ناحية الشمال هكوني إزاي طيب إحنا معنا الكرة في خط الظهر مع حارس المارمو تصرفي إزاي هتحرك إزاي كل الحاجات دي هم حفظينها فما نقولش إنه هو لسه أول مرة يلعب وكده لا حتلاقي الحتة دي طبعا يفضل إن الانين يلعبوا مع بعض يكملوا على طول يعني بيبقوا يعني سكين طايد يعني إيه جلدهم لازق في بعض يعني قربين ببعض خلاص فهموا بعض فهموا بعض لكن في الظروف اللي زي دي كل واحد عارف في أساسيات المركز ده هم عارفين وبيلعبوا لسهر وربيع وياسر قدموا مباراة مبرح هايلا بصراحة باستثناء لقطة الهدفين الهدفين لكن في الأول والكور العالية اللي بلعبوها والانطلاقات والصد والكلام ده مش هنتكلم على الحكم مش هنتكلم على ضربات الجمزة بسا كابتل فتحي جمهور الأهلي كامع الجمهور يعني تهيألي يعني كله متفق أنه في حالة تربص تحكيمي واضحة جدا بالنادي الأهلي يعني مبارح في حضور بيان لويدي كولينا رئيس سجنة رئيس الحكام في الفيفا وإنفنتينو رئيس تحاد دولي وموتسبي رئيس تحاد الأفريقي تحصل في ضيحة تحكيمية زي البلنطي بتاع كهرباء وبالمناسبة دي مش أول مرة للسنة دي أنا مش بكلم بقى في السنين فاتت وأجيب قصص ودفاتر مليانة بكوارس تحكيمية إحنا برضو في موشف حد العاصمة وطولة السوبر برضو كان في أخطاء تحكيمية فداحة وبعدين الفار ندى والناس كلها شافت وبعدين لما راح للفار أكيد طبعا هيحسب ضرب الجزاء ما فيهاش شك الولد ملمس الكورة وضرب رجل كهرباء فيه أعقة واضحة جوه السندوق لا فيها شك بره ولا جوه ولا ما فيه ورغم كده رجع إذا حاجة تانية بقى كمان يعني يا ضفر حضرت لو ركزنا في وقتها طبعا اللي وإحنا عندين هنا الصور لو ركزنا حنشوف حارس المرمى أرصدي مساعد الحكم جري لأنه مفروض بيجري على الجول وقت ما يكون فيه ركل الجزاء فهو جري لما الحكم شاف دي ما فيش هو جري من نفسه على أنها ضرب الجزاء هي واضحة بالنسبال ومش محل لشك وبعدين تاني قريب منه هو من جوه خاف من الستين ألف اللي حوليه يعني حسن الستين ألف دول بصها كابتن فاتحي إحنا بنتكلم على مطشين مش مطشين في دور مجموعات ولا في دور تبنيه لا لا حابنتكلم على بطولة سوبر أفريقي يعني بطل دولي الأبطال وبطل الكنفدرالية فرقتين أبطال بيلعبوا في مباراة بتجمع باطلاء القار في مباراة في المتحاد الأفريقي أهم من دي وبنتكلم على بطولة الدولي الأفريقي اللي هي البطولة المستحدثة اللي جاي لها إنفانتينو جاي لها بير لويدي كولينا يحضروا مباراة لفتتاح والعالم كله بيتفرج يعني مفترض أنه لجنة حكام في المتحاد الأفريقي وحاكمه حضر في المتحاد الأفريقي ويعارف أكيد طبعاً أنه بتقابل الناس دي يحطوا أو يعينوا أفضل حكام على الساحة الأفريقية للمطشين دول المستوى اللي احنا شفنا ده مع كامل الاحترام يعني مستوى متواضع جداً ما يلقشب بالضبط الحتة وخصوصاً ضربة الجزاء ضربة الجزاء دي يعني كانت ظهر قوي ولما رح للبار أنا فرحت أن بس عادة عدالة السماء عمرها أو عدالة الأرض عمرها ما ترقى لعدالة السماء عدالة الأرض دايماً الأرض فيها ظلم صحيح عدالة الأرض فيها ظلم فلسطين فيها ظلم عدالة الأرض فإحنا برضو عدالة الأرض هنا كده بنا وبين بعض عدالة السماء عالي قوي وإحنا مبص ومفيش حق بيضيع حتى لو ضعف الأرض ما بيدعش عند الرب ما بيدعش عند ربنا نورتنا كابتن فتح السعادة بيك إن شاء الله يعني بإذن الله طبعا النتيجة في الآخر برضو ما تزعلش نحن انت حققت النتيجة مع فريق كبير في بطولة مهمة انت لقت المشوار بره أرضك بتلعب على ملعبه وسط جمهوره وبالتالي النتيجة إن شاء الله بإذن الله ما تعطلناش أبدا من تحقيق الهدف الأهم هو التأهل في مباراة التلات اللي جاي بكرة يرجع الفريق مرة تانية للاستعداد والتدريب ونتابع معاكم في حلقة بكرة من السادسة عودة الفريق للتحضير لمباراة سين با يوم التلات بشكر كابتن فتحي مصير شرفتنا ونورتنا كابتن فتحي بشكركم طبعا كالعادة على المتابعة وكل التحية